السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي ازايكم عامليني اتمنى تكونوا بخير وسحة وسلامة ان شاء الله. اه كتير مننا بيسأل يعني ايه الكلام اللي موجود على الساعة من فوق ده. الكلام اللي موجود على الاطار او البزل اللي موجود على الساعة ده. اهو ده. فيه كلام كتير بس احنا هنتطرج بس ليه ده او اللي هنتكلم بس على او وده من اغلب الحاجات اللي موجودة في الساعات الكورونو جراف اللي هي بيبقى فيها تلات دوريات زي كده. بص. وليكن نبتدي نشوف التاكمتر ده وظيفته ايه? التاكمتر ده وظيفته ان هو بيقيس اي جسم متحرك في خلال كيلو متر واحد. وليكن نشوف كده كمثال ان في عربية هتمشي ما بين النقطة الف الى النقطة بيه. النقطة الف الى النقطة بيه اه المسافة ما بينهم كيلو متر واحد. فانت عايز تعرف في خلال الكيلو متر واحد دي العربية هتمشي بسرعة قد ايه? فانت العربية بتبقى التاكمتر ده بيبقى بيبتدي هنا بخمسمية وهنا ربعمية في الحتة دي كده ربعمية تلتمية وهكذا. فانت العربية هتبتدي تنطلق. فاول ما تنطلق فتروح دايس على زرار الكورونو جراف اللي هو زرار ده. هتروح دايس عليه كده. كده العربية بتتنطلق. وهي بتنطلق انت طبعا هي. وبل ما توصل النقطة اه به في اه اللي هي مسافة ما بينهم اه كيلو. فانت هو العقرب عمال يحسب. يحسب يحسب يحسب. وليكن 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 ان العربية مسلا وقفت عند مسلا اه السرعة يعني مسلا يعني نقولها مسلا عند هنا. تمام? وصلت من من السرعة الف من قصدي من النقطة الف الى النقطة بيه? وصلت في يعني في حوالي كام يعني اقل من تلاتين سانية. بس احنا دلوقتي عندنا حوالي عشرين سانية او اتنين وعشرين سانية. في الاتنين وعشرين سانية دولت ميشت بسرعة مية وستين كيلو. فالربية هتبقى سرعتها هتبقى مية وعشرين كيلو في الساعة. اه دي حاجة بسيطة جدا دي بتتتمد للسبقات. التاكمتر ده معمول للسبقات لان السبقات اللفات اللي فيها بتبقى بسيطة ما بتبقاش اه اميال وكيلوهات وكده لا دي بتبقى لفات يعني حوالي خمس ست لفات ما يعادل دقيقتين ولا دقيقة ونص فهي دي الفكرة ان التعامل التاكمتر في الساعات عشان كده. اه بس ولو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير اه وما تنساش تشترك في القناة لو معجبكش او مسلا فيه تعليقات اتمنى تكتبها لي في الكومنتات يعني انا يعني ان شاء الله اقراها وان شاء الله لو فيها اه لو فيه في الفيديو اي اخطاء ان شاء الله اعدلها. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة ستشاكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة